قالت الخارجية الأمريكية إنها ناقشت أمام مجلس الأمن الدولي تزويد إيران لروسيا بمسيرات استخدمتها في الحرب على أوكرانيا المتحدث باسم الخارجية نيد برايس أوضح أن القضية طرحت بدعم من باريس ولندن أمام المجلس معكد تقديم دلائل على استخدام روسيا للمسيرات الإيرانية في قصف المدنيين والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا الخارجية الأمريكية حذرت من أنها لن تتردد في استخدام العقوبات وكل الأليات المناسبة ضد من يشارك في نقل المسيرات إلى روسيا برايس شدد على أن واشنطن ملتزم بتعزيز المساعدة الأمنية لأوكرانيا بما في ذلك قدرات الدفاع الجوي أكدت البعثة الروسية الأممية عدم لجوء موسكو إلى المسيرات الإيرانية في حربها ضد كييف موشددة على قوة ترسانتها من الطائرات المسيرة هددت البعثة الروسية الأممية بأن موسكو ستعيد تقييم تعاونها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريش وموظفيه إذا أرسل خبراء إلى أوكرانيا لتفقد طائرات مسيرة تقول القوى الغربية إنها صنعت في إيران موسيقى 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 موسيقى